البرقوق يا أولاد هو نبات كبير جداً ليه بقى أكبر دول مسدرة ومنتجة للبرقوق هي اليابان وأوروبا دولة اليابان وأوروبا كلها بيجرعوا بقى لهم بيحبوا البرقوق هناك عشان الدنيا ساعة عندهم والبرقوق ايه بيحبوا هناك ماشي؟ طيب البرقوق ده يتم زراعته على طريقتين يا إما نزراعه عن طريق البذور يا إما عن طريق الشتل يا إما عن طريق العقل ده تلاتة تلاتة أنا قلت تلاتتين بس في واحدة جات معي كده بقى ماشي؟ البذور دي بقى بنزراعها ازاي يا أولاد؟ هنجيب البذرة بتاعت البرقوق ماشي؟ ونحطها بين طبقتين رملة نعمة يعني ازاي طبقتين؟ يعني نحطها في النص يعني فوقها يبقى فيه رملة نعمة وتحتها رملة نعمة وهي في النص ماشي؟ وناخدها كده نحطها في التلاجة على درجة حرارة خمسة مئوية ونسيبها في التلاجة اللي مدى قد ايه؟ قد ايه؟ من تسعين لمية وعشرين يوم يعني تسعين ده عني ثلاث شهور كل ده عشان حتة برقوقها؟ تمام؟ عشان حتة ازاي؟ ما احنا بنسيبها بقى من تسعين يوم لمية وعشرين يوم جوه في التلاجة لازم يكون عندك الصبر التام تمام؟ لما بتنبت بقى بيناخدها نزراعها في الرملة طب لما نزراعها بقى نزراعها في شهر مارس طب معاد زراعتها بتبقى شهر مارس زرعناها ونبتت خدناها حتناها في المشتل لمدة سنة مستل؟ المشتل بيبقى فيه لمشتل؟ بعد كده بقى بنسمدها وبانطعامها في البيت المشتل ده يعني لا المشتل دي بتبقى ثوب كبيرة قوي مشتل ما شفتيش مشتل نباتات وانت مشتل مشتل خبرتك شوطر قوي في الزراعها آآ مشتل ده بيحطوا فيه بيزراعوا فيه عشان ياخدوا منه النبات يزرعوه بقى في المكان الدائم بتاعه فاحنا بعد ما بناخد البزرة ونبتت تمام بناخدها نديها المشتل بنسمدها ونتعامها لحد ما تنبت وتكبر تبقى شتلة ناخد الشتلة دي ماشي ناخد الشتلة بقى اللي تلعت الحلوة دي نحطها في التربة بس التربة الدائمة يعني المكان اللي هنفضل بقى شجرة البرقوق فيه على طول مش هنشيلها مش هنقلها وأنا هنشيلها خلاش بعد كده بقى بناخدها نزرعها بالعقل العقل دي بقى بنجيبها بردو نتعامها نتعامها خلاشنا كده بزور اه خلاش في بقى العقل اللي بناخد بقى الفروع النتجة من النبتة اللي تلعت دي ناخد فرق نهاضج اه بعدين بنروح بقى نزرع الوحل بس تطويل قوي دي بقى ما هو ليها كده طريقة عشان كده في دول كتير بتزرعها البرقوق ده لانه ليه كده اكتر من طريقة واسهل طريقة بقى ايه فيه التلاتة لانه هم مراحل مكملة البعض يعني فيه ناس تاخد الشتلة بس وتحطها في الارض على طول وتسيبها بقى تطلع وتكبر وتبقى بتاع فيه ناس لا تروح على شجر تاخد عقل منه وتاخده تزرعه برا شوية وبعدين تزرعه تثبته ايه في الارض فهو في الناس بتزرع كده وناس بتزرع كده وناس بتزرع كده والتلات طرق صح خلاص يا اولاد صح فوايده ايه بقى ايه اولا بيساعد في تعزيز الهضم اه يبقى ايه بيهدم حلف اه وايه تاني ايه ايوه هو بقى يا اولاد بيحسن صحة العين اه انتو عارفين الموضوع ده يعني انا لو باكل برقوع بقى ايه كتير عويب انا كان زماني دلوقتي شايد من الندار اه ايه رأيك بقى انت غلطان ما كانت برقوع لا ما هديه من الغرعة دا ساعت اه بصي بجي من الغرعة دا ساعت اه ايه عشان كده ايه انا باكل برقوع عشان كده بجي من الغرعة بس لابسها عشان الوجاها الموضوع ايه عشان تكمل التقمل اللي انا لابسه بس مش هكتر من كده والله ايه فيها بقى فيتمن دي وفيها بوتاسيوم وبتحسن من ضغط الدم ومن صحة الجسم وبتحافز على ضغط الدم وسيولة اللي في الدم تمام وتقلصات العدلات برضو بتحافز بتقلصات العدلات كل ذي فوقيتها استفدت جدا اه وبرضو برضو ندرة البشرة بقى البشرة بتبقى نعمة وندرة كده وموردة ومزهرة وبتبقى حيل وكده وشحيتنا بوم بشي لا ما قالتش برقوع النهار ده تاني يا سنة الفواكه منحب كلنا يا سنة الفواكه يا سنة الفواكه يا سنة الفواكه